لزميلتنا سيادة حامد ولقاء بقى مع سيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي سيادة بصبح عليك وصبح لنا أكيد في البداية على سيادة العميد وقال له كل سنة هو طيب من جديد برحب بك أنا هاواند وبرحب بديوفك الكرام يعني أبطال كرة السلة جانا مصطفى وطرايا محمد خليني يبرك لهم على تتوجهم ببطولة الدور المرتبط يعني هو ده أنا هاواند اللي حمتها ودين عليه دايما من سيدات النادي الاهلي سيدات كرة السلة انه هما دايما يعني بيمتعون بأداءهم وفيه أداء يعني متميز ومشرف يليك باسم النادي الاهلي يعني معي في هذه اللحظات من مقر النادي الاهلي بالجزيرة السيدة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي يعني سيدة العميد بصبح عليك في البداية وكل سنة وحددك طيب سبعا خير وكل سنة ومطيبين وسعيب بنشارك جدا 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 جهو النادي الاهلي النادي الاهلي قدر ان هو يعني حقق العديد من الانجازات والبطولات يعني السنة دي في سنة 2020 وشوفنا ده يعني على الصعيد الانشائي وعلى الصعيد الرياضي والرياضي يعني احنا شوفنا مبارح كمان خلني أبرك لك على تتويج رجال النادي الاهلي ببطولة الدوري وكمان سيدات النادي الاهلي لقام الموضية على تتويجهم ببطولة الدوري المرتبط طبعا الحمد لله ده أولا وآخرا فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا كبير جدا 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 وده مجهود كل واحد بيتعب وبشتغل في النادي الاهلي النادي الاهلي مؤسسة كبيرة بشتغل بنظام مؤسسي كل واحد عارف دوره أصغر عامل لغاية رئيس النادي احنا دايما بنقول الكلام ده على طول بشتغل في هدوء فيش عندنا دوشة طالما كل واحد عارف شغله كويس أو طالما الحمد لله كل واحد بيخلص في عمله وبحب وفعلا الناس بتطبق روح فينا للحمراء وعائلتي النادي الاهلي ربنا سبحانه وتعالى طبعا لازم يعني اللي بيكتهد ربنا بيكفؤه وده الحمد لله احنا طبعا كان عندنا نسقف الله سبحانه وتعالى دي النتيجة السنة صعبة جدا جدا بكل ظروفها السنة اللي قبلها نفس القصة السنة اللي قبلها نفس القصة احنا بنا ثلاث سنين يمكن عشرين عشرين رغم صعوبتها ورغم قصوتها كمان عشان خطر يعني ربنا يرفع عنا الوباء والبلاء وظروف كانت جديدة شوية ولكن رغم كله ده ربنا سبحانه وتعالى يعني فضل علينا كبير جدا 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 مهما قلنا ومهما شكرنا استحالها يعني نقو في ربنا سبحانه وتعالى غير تمنمو بقى لان النهاردة مرة واحدة الحمد لله الحمد لله يعني بتولة افريقيا كاس السوبر ما شاء الله مبرح انجاز ما بعده انجاز يعني بطلات فعلا من ذهب سواء مرتبط سيدات او درجة اولى سيدات الرجال البسكت والشباب البسكت فعلا ابطال من ذهب فعلا انبارح واقول انبارح حاجة الواحد فخور جدا سعيد جدا 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 رغم كل الظروف ولكن في الاخر برضو الاهل انتصر وهو هنقول حاجة واحدة لازم نقف كلنا كده نقول لربنا سبحانه وتعالى حق وعدل ومطلع لكل واحد بيشتغل كلمني كمان عن الطفرة الانشائية يعني النادي الاهلي حققها في ثلاث فروه النادي الاهلي يعني في فرع الجزيرة شوفنا اخر حاجة افتتاح البابة الجديدة وكمان في فرع الشيخ زيد مجمع البنوك برضو تكلمني عن كل الانشاءات اللي تمت في سنة عشرين عشرين طيب تمام عشان خاطر الطفرة الانشائية خلينا نتكلم في نهاية السنة على كله الحمد لله طفرة انشائية الحمد لله طفرة رياضية الحمد لله طفرة اجتماعية الحمد لله طفرة شبابية طفرة في قناة الاهلي رغم اللي لازم برضو أستغل الفرصة دي ووصل القناة الأهلي كان ممتازة جدا 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 نتمنى نخش بقى السنة الجيدة إن شاء الله وطلب الجمهور لأننا متهالي نحن دايما بنشتغل بنلبي طلبات جماهيرنا والجمهور عايز الأداني يشوف الأدان تاني يرجع الأدان تاني على القناة الأهلي وأنا بطلب ده في نهاية بداية السنة الجيدة بفي فعلا الأداني نحن عملنا كل حاجة جميلة جدا 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 ومش عيب اللي نتابع جماهيرنا طرامة طلبات مشروعة ومتابع أعضاءنا طرامة كلها طلبات مشروعة لا تخالف اللوايح يعني نحاول بنلبيها على الضمانية دا فخرينا نتكلم اللي فيه تفارات في كل الحمد لله كل المجالات رياضيا طبعا ده نمر واحد الناد الأهلي عنوانه الأساسي الأهلي للرادة البدنية على سعيد الاجتماعي وسعيد الإنشائي فيه تفارات زي ما احنا شوفنا الحمد لله رب العالمين فيه مشروعات هتبدأ في السنة الجديدة بإذن الله بإذن الله ربنا يعين المهندس سامح مدير المشروعات ومعه زميله اللي احنا بإذن الله بإذن الله احنا وغدين وعد اللي احنا بداية من شهر فبراير في السنة الجديدة هتبدأ في مجموعة افتتاحات متتالية سواء في الشيخ زايد سواء في مدينة ناصر أو إن شاء الله بإذن الله بإذن الله فرع التجمع الخامس اللي أنا عن نفسي أنا شخصيا بحلم اللي الفرع ده يتفتح ويبقى فعلا إحنا اللي بنبدأ نأسسه ده حلم أي واحد يبقى موجود فربنا يسهل إن شاء الله إن شاء الله يعني سنة 2021 تبقى يعني سنة مليانة بالسعادة والخير علينا كلنا يعني تبقى أحسن من سنة 2020 كلمني عن استعداداتكم الفترة المقبلة في سنة 2021 وإيه الخطة الجديدة بقى يعني سواء كان على السعيد الانشائي أو على السعيد الرياضي وإيه الأنشطة والخدمات اللي هتقدموها الأعضاء نادي الأهلي في جميع الفرع لأ وطبعا خلينا على مستوى الرياضي هو 21 وعشر ما يعني بنكمل 22 وعشر ما 21 ده موسم فالحمد لله إحنا ابتدنا الموسم بدأ موقع مبارح يمكن رئيس النادي حصل اتصال فوري على طول بعد فوز الرجال لإن كانت مباراة صعبة جدا 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 ولازم نبرك لهم مفيش واحد يعني بخل بجهد أو ناس بصراحة حاجة رائعة 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 تشرة في النادي الأهلي فعلا فكلمهم على طول حصل اتصال بارك لهم وقال لهم دي مش بطولة لأ دي بداية انتصارات طبعا احنا عالفين في ريسالة احنا بقلنا فترة بندعم ويمكن السيدات ما شاء الله عليهم ربنا يحميهم طبعا سيدات النادي فسواء في السلة أو في الطائرة ما شاء الله عليهم أو في كل الألعاب بصراحة سيدات النادي الأهلي ولكن الرجال البسكت دي كان بطولة غالية جدا 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 اللي عاش فيها والعاش الاثنين واثمين ساعة يعني بمالك لكبتروف عدد الهدى من دي نشاط رياضي طبعا ونشاط رياضي بالكامل اللي عاش في الأجواء بتاعة البطولة دي هيحس بتعمها وحس بقيمتها لأنها كانت أجواء صعبة جدا ولكن هنرجع نقول تاني لازم كل واحد أنا بس دي رسالة خارج موضوعه كنتوا لازم كل واحد قاعد على كرسي يتحمل مسؤوليته أنا عادنا النهاردة كانوا بيستغلوا فرصة للنادي الأهلي عنده إصابات كتير وإحنا كنا بنقول يا جماعة لازم ندي فرصة حفاظا على أولادنا كلهم ولكن في الآخر في النهاية لا صح إلا الصحيح البطولة أهلوية الحمد لله رب العالمين مرضناش نتكلم عشان ما قلوش ندي الأهلي لا احنا ندي الأهلي مع الدولة ندي الأهلي عايز بطولة العالم كرة الرياضة تقوم لأنها هتبقى فخر رياضة المصرية ندي الأهلي رئيسه النهاردة بيكرم في 2020 في نهاية السنة ندي القرن في احتفالية شفناها مع رموز الرياضة وأبطائل العالم طبعا لازم كلنا نفتخر بيها وهقول لكم زي ما كابتن محمول الخطيب بيقول لنا دايما افتخروا بناديه كنتوا الأجيال اللي طالعة الناس اللي بتتعب تبتيجوا ساعة سبعة ونص الصبح وساعة سبعة صبح عشان خطر النادي الأهلي ما بقولش ده عشان خطر الشغل لا ده انت بتعملوك يا عشان خطر النادي الأهلي انتوا عايزين النادي الأهلي وقناتكو تبقى أحسن حاجة في الدنيا فبتبزروا مجهود هو ده اللي احنا عايزينه فان شاء الله بإذن الله عشرين واحد وعشرين على المستوى الرياضي احنا مكملينها عشان يبقى موسم بإذن الله تراتة واربعين والعشرة ان شاء الله بإذن الله وعلى السعيد النشاط الرياضي ان شاء الله ان شاء الله يبقى فيه نتاج مشرفة بإذن الله أما بقى القطاع الخدمي طبعا انتوا لو هنتابع احنا اخدنا آخر قرار مجلس إدارة ورئيس النادي اللي احنا جددنا لكل السادة المدرين ويكون فيه تقييم خلال ثلاث شهور المقصوب بالتقييم ده احنا عايزين نبزل أقص جهل عايزين يبقى فيه ابتكار عايزين النهاردة يبقى فيه الموجودين النهاردة موجودين عشان عارف كويس أول هو موجود عشان يخدم الأعضاء يخدم الأعضاء طبقا للوايح مش يخدم الأعضاء على حساب اللوايح أو على حساب نفسه هو بيخدم الأعضاء طبقا للوايح يبقى فيه تعاون بين العود وبين الإدارة الموجودة بين العود وبين الأمن الموجود بين العود وهنا شايف ده الحمد لله دي عائلة النادي الأهلي فهم موجودين النهاردة عشان خاطر نقاد نعمل برضو طفرة في خدمات اعضاء دين دي اما حاجة بالنسبة لنا سواء على المستوى الرحلات سواء على المستوى الطبي سواء على المستوى المنافذ والفوت كورت انك نحنا خلينا الاستاذ محمد الالف مجلس الادارة خلاه يبقى هو مدير على الخدمات على مستوى الثلاث فروع واسند للشرف على المنافذ وده برضو عشان خاطر يبقى فيه طفرة شكلها كويس ليه ونقدم خدمة كويس على اعضاءنا ان شاء الله طبعا ما راجح الاطفال اقدرت السيانة موتة نفسها متى ياري ما نفعش احنا نتكلم بقى موانسح ما اسمعيل اخويا الصغير طبعا هو اللي تجلبتوا موتين نفسهم بنعمل سيانة للالعاب الاطفال بنحط الالعاب اطفال جديدة بيتحركوا في كل حتة كل ما هو مرفق الاعضاء بتستخدمه بنحاول دايما نتلافاه تاني بنقبل النقد وعندناش اي مشكلة طالما نقد بناء طالما نقد ليه هدف طالما مفوش اي خروج عن ناس احنا بنقبله موجودين المدرين موجودين على مستوى اليوم عشان خاطر لو فيه اي شكاوي او اي ملحوظات لأعضاءنا الجمالة العامية بنرحب بيها طبعا ولكن في الاخر خالص عايزين نقول نبقى الى واحدة هنوصل الناتج اللي احنا عايزين وتبقى عشرين واحد وعشرين سنة جميلة عينكم لنا ان شاء الله بشكر حضاك جدا مسي داي نهوان ده كان لقاءنا مع السيد العميد محمد مرجاني المدير التنفيذي لنادي الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيرة والان العودة مرة اخرى للستوديو وكلمة لك انا هون تفضل شكرا ليك يا سهلا وشكرا لسيادة العميد على هذا اللقاء شكرا ليكو جدا شكرا لك شكرا لك